بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم في الأنبياء والمسهلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم من الله إن شاء الله راح نتعرف على دسنا زحف على الأرض بطريقة صحيحة ونتعلم بذن الله الطريقة الصحيحة ونأخذ فيديو بسيط ووضحنا طريقة الأداء الصحيح للمهارة لكن قبلها راح نتذكر مع بعض أهدفنا العامة لمادة التربية البدنية للصفوف الأولية وبعدها بدلاً ننتقل تمرينا اليوم تبريم بسيطة وسهلة وبعدها نتعرف على درسنا اليوم واخ venues ناخذ مراجعة بسيطة على درسناopod اليوم بذن الله نتقل مع بعضها الآن الهدف العامة لمادة التربية البدنية للصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية لأن الرقم 1 تتعزيز لديه تعليم الدين الإسلامي المرتبط بالنشاط البدني وأيضا الاهتمام بالجوانب النفسية لبراز قدراته الفردية التي تحقق فقته بنفسه ثلاثة تنمو لدي عناصر اللياقة الحركية وإذا رابعا يكتسب المهارات الحركية الأساسية وخامسا يكتسب المفاهيم الحركية الأساسية وأيضا يكتسب بعض مفاهيم السلامة المتعلقة بموارسة النشاط البدني وأخيرا يدرك بعض المفاهيم المعرفية البسيطة المتعلقة بموارسة النشاط البدني بما يناسب تلميذ الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية في معاهد وبرامج التربية الفكرية والآن ننتقل لتمنى اليوم لابد جميعكم مستعد وجاهز لتمريننا اليوم نتمرين الأول لمشي بالمكان بسرعة خفيفة وبعدها ننتقل لسرعة متوسطة أيضا في المكان جميع جاهز نقوف نظر مستقيم من نظر إلى الأمام الأول مشي بالمكان مع بعض تمرين أبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر بسرعة متوسطة واحد اثنين حركة بدلية بين الذراعين وقدمين ممتازين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة قف تمرين ثاني نقوف نقوف بشكل جانبي فبراعين الأمام والأعلى ورجع القدم إلى الخلف ثم رجع وضع بداية ثم القدم الأخرى رجع إلى الخلف ثم إلى وضع البداية الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر رجل الثانية واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين تمانية تسعة عشرة استمر جل لقيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف ثلاثة 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 تحركها إلى أمام بشكل دائري مع بعض تمرين ابتدي واحد ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة طال سبعة تمانية تسعة تسعة عشرة استمر جل الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف رحنا بعض في المكان أخذ الشغل وزفير مع بعض مبسيط ثانية أخير تسعين الطال ننتقل الآن ونتعرف على درسنا اليوم اليوم ستكلم عن الزحف على الأرض بطريقة صحيحة أربعة في البداية تكلمنا عن الزحف والمقصود بالزحف على الأرض ذكرنا الزحف هو تحريك الجسم للأمام من وضع المبطاع على الأرض مثل وضع أمامكم في الصورة سوطفوا أمامكم وضع المبطاع وتحريك الجسم على الأرض وسمى الزحف على الأرض وأيضا يتم أداء الزحف بتزامن حركة الذراع مع حركة الرجل من نفس الجانب من الجسم يعني حركنا الآن تحريك الذراع اليسار أيضا تحريك القدم من جهة اليسار أو جهات اليمين من نفس الاتجاه وأيضا تشبه حركة الجسم حركة الثعبانية بحيث تبدأ بحركة الذراع متبوعة بحركة الرجل يعني يتم تحريك الذراع في البداية إلى الأمام مع ثانيها وبعد يتم تحريك القدم مع ثانيها متبوعة بحركة الذراع والآن ننتقل لطريقة الأداء الصحيح للزحف على الأرض رقم واحد من وضع الانبطاع على الأرض وضع أمامكم الآن سمى هذا الوضع الانبطاع اثنين الرأس على امتداد الجسم والنظر متجه للأمام والأسفل النظر مثل مذكرنا وأيضا النظر يكون إلى الأمام وإلى موقف الزحف على الأرض ثالثا ثاني الذراع أمام الصدر وكذلك ثاني مفصل الركبة عند الانتقال ثم مد عند الدفع من البداية ثاني الذراع أمام الصدر أشاهدنا الآن الذراع تكون مثنية أمام صدر ممتازين وكذلك ثاني مفصل الركبة عند انتقال ثم مد عند المشكلة يحظنا الآن يكون مفصل الركبة مثني مع مفصل اليد من نفس أيش؟ من نفس الاتجاه ثم مد القدم بشكل كامل عند الانتقال ومن جهة الأخرى رابعا وأخيرا تعتمد الحركة على الساعدين لسحب الجسم وعلى الرجلين لدفع الجسم في هذه المهارة نحتاج إلى الساعدين لسحب الجسم وعلى القدمين لدفع الجسم إلى الأمام والزحف بالطريقة الصحيحة الآن ننتقل المقطع فيديو وضحنا طريقة الأداء الصحيح للمهارة نشوف الآن في البداية وجود المرتبة الرياضية المناسبة لتطبيق المهارة يعني اختار الآن الطالب ومعلم المكان المناسب لتأدية المهارة وأيضا لبس الرياضة أو لبس المنبس الرياضية المناسبة شهد الآن مع بعض ثاني الذراع إلى الأمام البداية خطوة الأولى وثاني القدم من نفس الاتجام وبعد التحرك الأمام بالتزامن مع حركة القدم والذراع الآن بشكل مستمر شهد الآن بشكل مستمر زحف على الأرض بالطريقة الصحيحة شهد مرة أخرى مثل ذكرنا اختيار المكان المناسب متبع الرياضية وبعدها تحريك الذراع شهد الآن الذراع أو الساعة يكون على الأرض ممتازين وبعدها الآن يكون جهة الأخرى من الذراع وأيضا من القدم من نفس الاتجاه والتحرك والزحف على الأرض بالتتابع حتى انتهاء المهارة والآن ننتقل مع بعض إلى التمرين اليوم ونشاط اليوم صحة وخطأ تعتمد حركتنا اليوم حركة الزحف على الأرض بطريقة صحيحة على الساعدين لسحب الجسم وعلى الرجلين لدفع الجسم لهذه العبارة صحيحة أم خاطئة ممتازين بطالة من الأسئلة الصحيحة ما ذكرنا نحتاج للساعدين وأيضا الرجلين لدفع الجسم بالطريقة الصحيحة كذي سقاي سننتهي وتعرفنا مع بعض على خطوات الأداء الصحيح للزحف على الأرض بطريقة صحيحة إن شاء الله جميع تطبق معنا واستفاد بإذن الله أتكمل عاكم جميعا على حسن النصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته